في حوار له مع صحيفة فرنس فوتبول أن ما قام به في الندوة الصحفية كان يجب أن يقوم به من منطلق وضع النقاط على الحروف لأشخاص تحاول تدمير المنتخب الوطني لخدمة أطراف سابقة في إشارة للمكتب الفيدرالي السابق بقيادة روراوة مضيفا بأن السؤال الذي وجه لمحرس كان استفزازيا له بطريقة غير مباشرة مضحا بأن التصفيرات التي كانت في ملعب خمسة جوية كانت مدبرة لتأثير على الخضر واصفا مشواره إلى الحد الآن مع المنتخب إيجابي رغم قصر المدع